موسيقى السلام عليكم معكم العمارة عتيقة كنت كريسيت في 2017 كنت كريسيت و اضربت الوجهي كانت شفار و تم فسحة مرشان كريساني و اضربني أخصر لي وجهي و الدليا سميش و الدليا ساق و الدليا سيذهب و تشريفون و تشريفوني الدليا و تصوري و شدت تصوري و أضربت الفيسبوك بنا فتشوب عراني كن و أصبح يمكنك تصوري و أضربت تصوري و قلت لكم أنه عندما يتخسرني و جهي ما يتشد في الحبس و قد أشرفيني و يقفوا و اضربت أشببه و يتشدوه و أضربت مهي و قلتت ضربني و قد أضربني عندما تشد في الحبس من الخروج يهدد فيها قال لي يا الله يتنقل لك تقريبا نخرج حال هذه والبارع في الليل يهدد فيها قال لي ماما غير صبري قال لي ماما غير صبري دعينها الله صافي هوي قال لي يا رغان ندبحك ونقفخنشا ونقل لك صيفتني الحبس ويقول لي يا رغان نقتصب لك حتى أولادك هذه ديرها فرنس بأولادك خارجي نخطبهم لك ونقتصبهم لك أنا تخلت من عشتش والناس يعني لا يأخذ في الحق أنا مني كنت طلعت عد الوكيل الماليك من هذا اللي غير يدوز فيه كنت طلعت عد الوكيل الماليك قال لي الحملك الواليدي ما شو يدري الوجهة ما شو يخصري الوجهة ديرني بنتك ويقول لي يا تفهمي معك عندك تعويضت وسمحي لك قال لي أنا ما نقدرش نسمح لي قال ليكو كيهددني كيهدد فيها بزاف أنا مخلوعة أنا مخلوعة لولادي ومخلوعة عليها وبقى كيهدد في ماما قلت يستير نعش الشيطان ويستير بعد بعد منها شبغاش يعد بنتي قال ليكو كيهددتني لحبت ما نخليها شفاعة بعد موكيل والله لا خليتها فاعة والله إذا قردوا وعنديرها فخنشة أولادك ما نلقى هم خارجين الزنقان أخصص بلك أولاد أنا وليش خايفة لي وليش خايفة لأولادي أنا والدي عنده في 8 سنين وبنتي عنده 7 سنين والدي قاعد تسوله ويقول لك ما قال بارح كان والدي نيس حدايا عندهم مكشد يلتاق الزاريت في حي تشارك في دار جدة ما يقدر يكون خاد نمرتي ملتماكيرا عرفت أنا كيف جاءت نمرتي اللي عنده أنا ما فهمتش كيهدد فيه أنا ما فهمتش أنا أصلا بالتهديد بأنه كيهددني وكيهددني بولادي حتو أصلا فيه يداربني بيش قلت لك قريساني فيه يداربني لوجهي بأنك الوقت تسولوها الباحتة هي هددها وقال عنش تلك بمتكران تندبحها وغنى هاي ماموسو هاي معايا ما ما جانيش الحكم يعني تخسر يوجيه بقى الآن كنعني من العين دي شوف كيف ضربني هنا لأصباط ما جاني الحكم مشي هو كذا مش وعدت تخسر لي هوجهة ويعني تجريسة رمشي رمشي حكم يعني ثمان شهور ثمان شهور رمشي حكم رمشي حكم هذا كنت حزثت لي وحد طنوبيل دو سون سينك وذيك طنوبيل حزثت عليها هو من خرج الحبس بعد وحد دري لماذا قد أخبر أختي نتعطى ثلاثة درهم شيخ من ذلك لم يعطي التلف درهم يا أخي لا أدر تلفظ لم يكن ندري أي شيء مخترت كثيرا خطرت بوجهي وبحكمة مرات أخبرت ثلاثة درهم وسمحي لي كنت أخبرت كثيرا كشفات المصورة ونقوم بالإعجاب بالتأكيد فأكدت بشكل اخوة لا تكره وقال لها بعض المصورة لا تصوري حاجة ونزل الضر ونزل الضر أحسن الضر فأكدت خطوة لا تأتي لا تأتي أعود أعطاءها 4 شهر وقال لك صافي يعني هذا الحكم يعطيهه 40 شهر وزادة 14 ماشي حكم يا أخويا عجيش نو تخسر لك وجهك ووجهك وكلش دبر وجير ما كيبانش دابا ولكن المباشر ركيبان ووجيرا راح هادته صراحة دبقان العين ديالر كان عاني منه كانت طلع وقتلت مضربة في العدم لحوله وخوش الله حسبي الله ونعم الوكي ضغط والله يشي ضغط من الفوق يجي هدد فيها تهديدات ماشي لدريس صغير قل لي ان اختصب لك ولادك وانتي قل لي غن دبحك وغن ديرك فخانشو غن لوحك قل لي وحد الهدرة وابقى يعرف الوالدة ديالي وكعرفينه سمعت اخويا هدركت سماعها مستديمة يعني ارى داربني ارى داربني الهنا 12 غرزة كانت تازي كان خرج لي العملية بمليون مص وجاتني يعني جاتني غالية بصف وصف مدرت العملية منذ اختصبات اقاعدت ارى داربني اصدقت وصفت ارى داربني اصدقت اصدقت ارى داربني ارى داربني فالتاة ان تسلح لها سأعطيك المبكرة و سأخذك و سأجدك و سأخذك و سأجدك ان تساقلك الخبار لقد قلت لي ان امام المبكرة سأخذك و سأجدك و سأعصبهم و فالتاة ان تساقل الخبار سأخذك و سأقوم بالاخر أنا أريد أن تحقي من أباني و تأخذوا لي من هذا السيد الله يجب أن تحقي ولي وقعت لي شي حاجة لكن حمله هو المسؤولية حيث تهديد بزاف وقعت لي أي حاجة ولكن حمل المسؤولية